مساء الخير أهلا بمتابعي قناة فن الطبخ والحلويات مع ولاء إن شاء الله تكونوا بأحسن حال اليوم وصفتنا هي خلية النحل هنعملها بعجينة اقتصادية ما رح أستخدم البيض ولا الزبدة وطريقة سهلة كتير وبتطلع العجينة قطنية وبنقدر نحشيها شوكولاتة أو جبنة أو خليط من الأجبان يلا نشوف الخطوات وطريقة العمل في البداية بحتاج إلى كاسة من الحليب بضيف عليه معلكتين من السكر وتلت كاسة من الزيت استخدمت زيت النباتي ومعلقة كبيرة من الخميرة بدأوا بالسكر في الحليب وإذا بش متوفر عندك الحليب السائل بتقدر تستخدم كاسة من المية وتضيف عليها تلت معالج من الحليب بغطي الحليب والخميرة لمدة 10 دقائق حتى تتفعل الخميرة وتأكد إنها سليمة بضيف ثلاث كاسات من الطحين ورشة ملح يفضل استخدام الطحين بالتدريج لأنه الطحين أنواع بس أنا عارفة النوع اللي عندي بيحتاج إلى كاسة من الحليب وبعجن المكونات حتى تشكل عنا عجينة بتمنى تشتركوا في قناتي قناة فن الطوخ والحلويات مع ولاء بتضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى يصلكوا أشعار بكل فيديو بنزله على القناة بغطي وبسيب المدة ساعة حتى تخمر أو أقل حسب درجة حرارة المكان وبعد مرور ساعة بطلع الهوى من العجين شايفين كيف قوام العجين بقطع العجينة إلى أربع قطعة كبيرة والقطعة الكبيرة بقطعها إلى قطعة صغيرة بحجم متساوي وإذا حابين تكون القطعة متساوية بتقدر تستخدم الميزان وقطعتها بهذا الحجم بدهن البايريكس بزيت اتخدمت البايريكس مقاس 30 بدي أحشي خليط النحل شوكولاتة استخدمت الشوكولاتة الغامجة والشوكولاتة بالحليب قطعتهم قطعة صغيرة بهذا الحجم بفرد العجينة وبحط قطعة الشوكولاتة وبسكرها بهذا الشكل وبقورها بإيدي وبصفتها في البايريكس وبعمل كل الكمية بنفس الطريقة طبعا بتقدر تحشوها جبنة بتمنى تشتركوا في قناتي قناة فن الطوخ والحلويات مع ولاء بتضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى يصلكوا أشعار بكل فيديو بنزله على القناة بغطت العجين وسكت وبسكت وسكت وسكت توقيت وتوقيت أبسك ohne اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة